السلام عليكم البنات كديري لبس عليكم زيانا انتم ناكو تكونوا على خير وباخير البنات اليوم اجبت لكم واحد للصفة غدا والعاشاء رائعة طاجين يا البنات لضغته ما تسخيش به المقادر اللولة ولبازل قاعد نتعط طاجين اللي تطيبنا يا البنات هي البطاطا بطاطا شديتها غسلتها مزيان ونقيتها وقطعتها مربعات بحال هكا وسقطرتها ونبدو ان شاء الله في الطريقية يا البنات مهم عندي الطاجين ووحدة الطاجين البنات دي روح لكسرنا فيها الماء اللي ما يغليه مزيان حادي نحتاجه مهم الطاجين درت فيه شوية نتعزيت ولو ربع كاس نتعزيت على العنبه وغادي نضيف له هذيك البطاطا اللي قطعتها خسكم تقطوا هاي البنات قطعات يعني يعني يكونوا قد قد بش ياخدوا نطيفه في نفس الوقت وغادي نضيف البنات شوية الابزار وشوية نتعى الخرقوم وغادي نضيف سكين جبير وغادي نضيف شوية نتعى الملح وعندي هنا يا مركز الطماطم مركز الطماطم البنات عادي نحركها مزيان مع البطاطا الملح ما عدي شي نخليه باش تلقنا هذيك الحموضة وتشمخنا مزيان البطاطا بهذيك العطرية عادي نحركها مزيان حتى تندامج هد العناصر تتولي هذيك مركز الطماطم والعطرية متلبسها البطاطا قالوا بنات كي جي رائحة طاجين صدقوني لدقتو المدق ديالو مع مركز تستغنوا عني وهو في الساعة كيوجد عادي نحركها مزيان تقدت اللي ما كانش عندها الطاجين هادا تقد المقلة وتنقص عليها المقلة عادية تكون مقلة غليطة ما كتل الصقش وغادي نسرحها مزيان نقدها جي متفاوية الطاجين وغادي نهز هدك اللي ما الغليال اللي راح في الكسرونا وغادي نكبها على البطاطا خصت شمخنا كاملة وتدرج على الماء فوق البطاطا والبنات نخليه الماء غليال باش يلاش ربطنا نبقى ونضيفه لها باش تطيبنا ودبا غادي نسد عليه وغادي نخليه شوية نفجج طاجين دبا غادي ندوزه باش نعدلو ان شاء الله الكفتة عندي هنا عشرة درهم متاع الكفتة وعندي هنا نصف بصلة مش اللضاها مزيان وعندي المعدنوس غادي نضيف عليهم البنات العطرية عندي الابزار شوية نتاع سكين شبير وشوية نتاع الخرقهم وغادي نضيف لهم قبزة نتاع الملح ما غاديش نكترها البنات غادي نجمح هاد العناصير مزيان بيددي غادي نحرك مزيان البنات باش تدخل لي البصلة في الكفتة هي والعطرية بدك المعدنوس غادي نحركها بحال هاك باش تدخل لي مزيان يا البنات هذيك البصلة هايا البنات بعد ما قديتها غادي نقندرها كويرات على حسب الحجم اللي انتو ما بغيتو ديروها صغير كبير انتو ما لكم الاختيار غادي نقندر كويرات غادي نكمل كاملة هذيك كفتة اللي عندي هايا البنات بعد ما كملتها غادي نحطها لجانب غادي نمشي نشوف الطعجين شوفوها البنات درت له هنا يا هذيك المعلقة انتع اللوح ونقاو نحركوها البنات في البطاطا مرة مرة بعد داباها وقلها شوية لما تبقى وضيفو شفتو انا دابا راني كنت ضفت شوية هكا باش ما تشرب الكومش وفي نصلوق تنقصو عن النار هيا البنات دابا هاي يبقى الهوال وغادي تطيب هني حركتها رد البطاطا اللي تحت الفوق وما كنت تعجين متى شي حاجة يا البنات دابا البنات هادي نبقى نضيف هديك الكفيتة اللي عندي هادي نستفى كاملة الكفيتة وغادي نبقى نهزب بالمعلقة هدك البويون ونحط فوقها هكا باش تشربنا حتى هدك العصوص جي حتى فوق بها تشرب لها البنات تبطقوني يا البنات إلا ضقتوه ما غاديش تسخوا بيه يعني عن جد لعني لجي غزال تركي غادي نبلع لي ونخليها طيب هيا البنات بعد ما طاب عندي هناي خمسة نطع البيضات برتهم في زلافة وغادي نبقى نحط البيض كل واحدة في جيها على هاد الشكل وغادي نجيب دابا الفرماج الفرماج تحسين دويشات ونما كاش عندكم حتى هدك الفرماج المتلت غادي نضيف الفرماج عليه فوق البيض والكفتة تقدمتم تضيف الفرماج اللي بغيتو شحان ما بغيتو وغادي ندير البنات هذيك المعالقة وغادي نخليها طيب أول البنات الشكل نهائي ديالة يا البنات صدقوني كي يجي رائع أنا نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوا وتردوا عليها في الكومنتر أتمنى إن شاء الله إننا لصفتنا الإعجاب ديالكم والوصفة إن شاء الله لنبقى ندير أتمنى إن شاء الله إنكم تشجعوني ومع السلامة حتى الفيديو تاني ترجمة نانسي قنقر